ينضم إلينا أيضا أحد طلبة مؤسسة الخنجر دكتور حق الحيالي مرحبا بك حدثنا عن تجربتك مع مؤسسة الخنجر دكتور مرحبا بك أخوي العزيز حياك الله وشكرا لهذه الاستضافة طبعا يشرفني وكل فخر أنه أنا أحد خريجي هذه المؤسسة هذه المؤسسة التي تأسست بعد الاحتلال بالسنة 2004 وكان احتفالنا يوم أمس ولقائنا في بغداد الحبيبة بمناسبة مرور 20 عام على هذا التأسيس طبعا هذه المؤسسة أرفدت الكثير من الطلبة بعد ما كانوا طلبة اليوم نشوفهم في مؤسسات الدولة منهم عميد كلية ومنهم ربما وكيل وزير وربما منهم سفير خارج القطر أو ملحق ثقافي فالشيخ خميس الخنجر لما أسس هذه المؤسسة التي هي مؤسسة الخنجر طبعا بعد ما حصل الدمار واللي حدث في بغداد وقتل الكثير من العلماء والأدباء والمشايخ فتأسست هذه المؤسسة واليوم شيخ خميس الخنجر يعني كل الاعتماد معتمد سواء بالسياسة أو بالأمور الاجتماعية الشباب هم اللي دائرين هذه المؤسسة كلهم قامات وكلهم شخصيات معروفة وإلها وزنها وإلها ثقلها واحترامها بالمجتمع فقلت لك أنا كل فخر أني اليوم يعني أنا خريج هذه المؤسسة طبعا أكمل دراستي الماجستير على نفقة مؤسسة الخنجر سنة 2014 شكرا جزيلا لك دكتور حق الحياة لأحد طلاب مؤسسة الخنجر على هذه المداخلة